في راية على وقع عقاد جلسات البرلمان في سيون جدد أبناء المهرة تأكيدهم على السمرار نضالهم حتى تحقيق مطالبهم آملين أن يخرج مجلس النواب بقرارات تخدم القضية الوطنية وتلبي تطلعات الشعب وتخفف من معاناته وفق بيان لجنة اعتصام المهرة اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة أكدت رفضها لأي مشاريع تمس السيادة والهوية الوطنية وقالت اللجنة في بيانها إن الأطماع الخارجية لن تمر وكان من اللافت إشارة البيان إلى السمرار النضال لإقامة قليم المهرة وسقطرة أبناء المهرة المعتصمون منذ شهور كانوا قد وضعوا ست نقاط تلقص مطالبهم وأوضح البيان بأن سلطة المحلية بالمحافظة وقيادة التحالف العربي وافقوا في مارس الماضي على تنفيذها من ضمنها الحفاظ على المؤسسات الشرعية والعسكرية ورفض أي ميليشيات ووقف التجنيد من خارج المهرة المهريون جددوا تأكيدهم على الضرورة قالت المحافظ وإحالته للتحقيق بسبب ارتكابه كما أورد البيان جرائم وانتهاكات والتصرف بإرادات المحافظة لصالح مشاريع وهمية وشراء الذمم والولاة مصادر محلية بالمهرة اتهمت القوات السعودية المتواجدة في منفذ شحن البري باتخاذ إجراءات أدت إلى عرقلة مصالح التجار والبضايع والمسافرين وهو ما اعتبرته وجاهات قبلية في المهرة استمراراً لانتهاك السعودية للسيادة اليمنية في محاولة منها لتعطيل المنفذ البري الذي يعد البوابة الشرقية ترجمة نانسي قنقر